اشتركوا في القناة الرغية فالميد من باب اولى ان يقرأ عليه الفاتح ونرجو البصد في هذه المسألة لاننا نجد كثير من الخلافات العزاء العزاء مشهور لكل مصيبة العزاء مشهور لكل مصيبة فيعز المصاد وليس الاقارب فقط قد يصاب الانسان بموت صديقه اكثر مما يصاب بموت قريب وقد يموت القريب للشخص ولا يصاب به ولا يهتم به وربما يفرح بموته اذا كان بينهم مشاكل فالعزاء في الاصل انما هو لمن اصيب ويعزى يعني يقوى على تحمل الصبر ان ما نعزيته اي قويته على تحمل الصبر واحسن ما معزابه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث ارسل الى احدى بناته فقال مرها فلتصبر ولتحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى واما اجتماع الناس للعزاء في بيت واحد فان ذلك من البدا فان انضم الى ذلك صنع الطعام في هذا البيت كان من النياحة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون ذلك اي الاجتماع عند اهل المجد وصنع الطعام يرونه من النياحة والنياحة كما يعلمه كثير من اهل العلم او من طلبة العلم من كبائر الذنوب فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمع وعلى هذا فيجب على طلبة العلم ان يبين للعام ان هذا امر غير مشروع وانهم الى الاثم اقرب منهم الى السلامة وان الواجب على خلف هذه الامة يتبع سلفها فهل جلس النبي عليه الصلاة والسلام للعزاء في بناته في اولاده في زوجته خديجة وزوجته زينب بنت خزيمة هل جلس لهذا هل جلس ابو بكر هل جلس عمر هل جلس عثمان هل جلس علي هل جلس احد من الصحابة ينتظرون من يؤزيهم ابدا لم يفعل هذا ولا شك ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما ما تلقي عن الآباء وجرت به العدات فهذا يعرض على الكتاب والسنة وهد السلف فإن وافقه فهو مقبول لا لأنه عادة ولكن لأنه وافق السنة وما خلفه فيجب أن يرفض ولا ينبغي لطلبة العلم أن يخطعوا للعادات وأن يقول كيف ننكر على أبائنا وأمهاتنا وأخواننا شيئا مهتادا لأننا لو أخذنا بهذه الطريق ما صلح شيء بقت الأمور على ما هي عليه من الفساد وأما قراءة الفاتحة فهي أيضا بدعة على بدعة فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعزي في قراءة الفاتحة عبدا ولا غيها من القرآن وأما قولهم إنه يقرأ بها على المريض فنقول إنه يقرأ بها على المريض ليشفى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك أنها رقية فهي تقرأ على المرضى ويشفى نبي إذن الله لكن الميت ميت هل إذا قرأناها عليه السوشكة أبدا لا يقلن يشفى هو سيموت هو ميت ما يبعث الله يوم القيامة كل هذه من الأشياء التي يجب على طلبة علم أن ينتزعوها من مجتمعاته وأن يعودوا إلى ما كان عليه السلف الصالح فإذا قل إذن متى نعزي قلنا أولا العزالة سبواجب قائد ما فيها أنه سنة ثانيا أن العزاء للمصاب الذي نعرف أنه تأثر في المصيبة فنعزيه ونولد عليه المواعظ حتى يطمئن ثالثا أن العزاء المشروع ليس بالإجسماع في البيت في أي مكان تلاقيه في السوق في المسجد وما أشبه ذلك نعم